أصعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير تحياتي للجميع معكم أبو ميلاد من جديد بعد فترة انقطاع لمدة عدة أسابيع بسبب أمور صحية عدت إلى القناة وهذا سيكون أول فيديو بعد فترة الانقطاع قبل البداية أحب أن أشكر جميع الأشخاص الذين رسلوني على صفحتي حساب شخصي في اليوتيوب في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكمية الرسائل كانت جدا رهيبة فسعب جدا أن أجاوب عليها بشكل شخصي فلذا وجه شكر مرة أخرى من القلب للجميع بدون أي استثناء شكرا لكم على الرسائل المشجعة الدعوات من القلب شكرا لكم أيضا هنا شكر خاص لشخص قام بمساعدتي خلال هذه المحنة في توضيح الأمور توضيح سبب غيابي للأسئلة التي كانت ترد على موقعي وبعض الأمور الأخرى فأحب أن أوجه شكري لألين أو المعروف بألين بيانو عزيزي ألين شكرا من القلب على كل جهودك التي قمت بها خلال فترة غيابي الفيديو اليوم سوف يكون عن كاميرا سوني ألفة سبعة آر مارك تو وهو الإصدار الثاني الإصدار الأول صدرها تقريبا قبل سنة ونصف كما تلاحظوا سوف أبدأ منذ البداية عرض صور تجربتي لهذه الكاميرا الصور موجودة بمقعبي الفلكر بجودة عالية أنصحكم أن تشاهدوا الصور لأن الصور تعبر بقوة عن قوة هذه الكاميرا مرة أخرى الرابط في الأسفل شاهدوا الصور وأيضا قموا بمشاركة الرابط مع الآخرين السبب الذي منعني من عرض الكاميرا هو بسبب مشكلة أو حدث معي فقبل يومين كنت مدعو إلى حفل عيد ميلاد للصديق عزيز علي وهو يسكن في نيويورك في منهاتن في الطبقة السابعة ذهبت إليه وطبعا كان هناك بعض الأصدقاء من العمل إلى آخره ورأت أن أصور من شرفة البيت أو الشقة فبدأت بالتصوير وأتى أخو صديق وطلب مني أن يجرب الكاميرا فقمت بإعطائه الكاميرا وبكل برودة أعصاب قام برمي الكاميرا من الطابق السابع في البداية حسيت أنه أنا موجود بحلم فقلت ممكن الشخص مجنون أو أنه فيه إشي براسه فصديقي بدخل بالأمر قال له أنت مجنون طبعا في اللواء الإنجليزية وتحدث معه بلهجة فيها نوع من الاستياء الغضب إلى آخره وأنا موجود في ذهول كاميرا السعره 3000 دولار مع العدسة كان 2000 فعمليا راحت الكاميرا المهم صديقي تعهد أن يشتري كاميرا جديدة فهذا الذي حصل وقلت بما أنه تعهد أن يشتري كاميرا جديدة لا توجد أي مشكلة وعدنا إلى الداخل للاحتفال بعيد ميلاده وبعد فترة أتى بقالب الكعك لعيد الميلاد مرة أخرى أخو صديقي أتى بسكين أو بالأحرى هي مثل السيف وقام بقطع الكعكة العيد إلى قسمين ويحذروا ماذا كان في داخل قالب كعكة العيد طبعا إذا حابين تعفوا شو كان في داخل كعكة العيد فانصحكم تشاهدوا الفيديو حتى النهاية وأيضا استمتعوا بمشاهدة الصور وأيضا سوف أتحدث عن هذه الكاميرا الكاميرا هي فول فريم من سوني المستشار يحوي على 42 ميجا بيكسل الكاميرا تأتي مع معالج جديد أيضا كاميرا يوجد بها مقلئ اتزاز 5X وهو جدا متطور وجدا فعال الكاميرا تحوي على 399 نقطة تركيز والكاميرا تصور خمس إطرات بشكل مستمر أيضا من الميزات الرائعة في الكاميرا هو أنها تصور فيديو بجودة 4K أيضا الكاميرا تأتي مع شاشة متحركة بحجم 3.إنش وبدقة 1.2 مليون بيكسل أيضا الكاميرا تحوي على قنية واي فاي وأيضا اتصال بتقنية NFC الكاميرا تحوي على عدة منافذ هناك منفذ لكارت SD Card أيضا منفذ لـ USB منفذ لـ Mini HDMI ومنفذ لتوصيل Remote Control خارجي أيضا الكاميرا تحوي على منفذ خارجي للصوت ومنفذ خارجي لسماعات خارجية حسية الحساس للضوء تمتد بين 100 إلى 25600 ISO وممكن تضخيم هذه القيمة إلى 100000 ISO تقريبا طبعا الكاميرا تأتي أيضا كما ذكرت مع المستشعر والمستشعر مبني بتقنية جديدة طبعا لا أريد أن أدخل في هذه الأمور ولكن من خلال تجربتي الكاميرا تنتج صور جدا جدا رائعة وأيضا اليوم في الصباح تصفحت موقع DXOMark وعمليا أعطى هذه الكاميرا أفضل علامة للكاميرات الموجودة الآن في السوق يعني هي أفضل كاميرا ممكن تنتيك جودة صورة هي أفضل من Canon 5DS أو 5DSR هي أفضل من Nikon D810 ومن خلال تجربتي هي أفضل طبعا الفرقات جدا ضئيلة ولكن الصور وحدة الصور جدا جدا رائعة مرة أخرى شاهدوا صور تجربتي لهذه الكاميرا أيضا الكاميرا تحوي على كثير من الميزات الغير موجودة في كاميرات مثل من Canon و Nikon كما ذكرت تصوير بجودة 4K وأيضا ميزة مهمة جدا لي هو حجم الكاميرا ووزنها فحجمها صغير ووزنها هو 625 جرام تقريبا نصف حجم كاميرات فول فريم من Canon أو Nikon وبالنسبة لي هاي نقطة مهمة جدا أنه نكون معي كاميرا جدا صغيرة وتنطيني جودة صور أفضل من كاميرات Canon و Nikon فشخصيا وهذا طبعا أمر شخصي يعود لي بدأت بالتحول إلى سوني فعمليا هذه الكاميرا ستكون هي الكاميرا الأساسية في عملي أيضا هناك نقطة صلبية في هذه الكاميرا وهي قلة العدسات ولكن هناك محول من سوني وهذا المحول يسمح لك باستعمال كل عدسات سوني طبعا عدسات المخصصة لكاميرات مثل A77 A99 A65 إلى آخره وكمية العدسات هناك جدا رهيبة فعمليا حسب رأيي هذه لن تكون مشكلة عندها شراء أو قرارك في شراء هذه الكاميرا نقطة سلبي أنا وجدتها هو البطارية فالبطارية ممكن تنطيك كحد أقصى أنك تصور لحد تقريبا 400 صورة أو ممكن أقل الحل هو أن تشتري عدد بطاريات مرة أخرى حجم بطاريات صغير فإذا قررت أنك تشتري هذه الكاميرا فنصحك تشتري عدد بطاريات أيضا الكاميرا تأتي مع منظار إلكتروني وجودة المنظار الإلكتروني جدا جدا رائعة سعر الكاميرا هو 3200 دولار بالمقارنة مع نفس الفئة من كانون ونايكون السعر جدا متشابه وسبب شخصي لعبوري أو بدء العبور لشركة سوني هو بسبب حجمها الضئيل وعدسات الصغيرة فشخصيا أحيانا أخرج للتصوير أقوم بالسير لمدة يوم كامل مع عدة كبيرة ففي فرق جدا في الوزن أيضا هذه الكاميرا ليست مخصصة للتصوير الرياضي أو تصوير سريع هي مخصصة للتصوير لانسكيب تصوير بورتريت تصوير أشياء ثابتة ممكن تحاول تصوير فيها أشياء مثل طيورة أو إشي ولكن هي لست أفضل حل طبعا نفس الأمر بيطبق على كاميرات كانون أو نيكون من نفس الفئة شخصيا أنصح بالكاميرا إذا كنت شخص محترف ووضعك المادي يسمح أنصح بشراء هذه الكاميرا والآن يأتي السؤال المهم ماذا يوجد في داخل الكعكة أو قالب الكعكة لعيد ميلاد صديقي طبعا جميع فكر أو اعتقد أن الكاميرا موجودة في داخل الكعكة طبعا هذا غير صحيح وإنما يوجد في داخل الكعكة هو كريم وقشطة طبعا شو ديكون في داخل الكعكة غير كريم وقشطة والأصاح أنه أنا وقعت الكاميرا من الطابق السابع وللتوضيح ماذا حصل في هذه الكاميرا شاهدوا هذا المقطع الصغير العربية جاء فيها والد لا العربية الحمد لله الحمد لله كل حاجة فيها سليمة الحمد لله بس الوحدها أعتقد يعني ايه الوحدها كل حاجة فيها سليمة بس الوحدها إزاي يعني كل حاجة فيها سليمة بس الوحدها فام أنت بقى يعني ايه يا والد يعني كل شيء مستقل بذاته فعملياً الكاميرا سليمة بس كل قطعة لوحدها لحسن حظي أنه أنا دائماً بعمل تأمين على أي شيء بشتريه فعملياً هناك تأمين والآن سوف تكون معركة صغيرة مع التأمين حتى يقوم بتغطية كاملة للكاميرا والعدسة بالأسف هذا الذي حصل معي أيضاً خلال فترة مرضي ومزلت في فترة علاج تعلمت شيء هو أن أكون إيجابي إذا تنظر لأي شغلة بالطريقة الإيجابية أي مشكلة أو حدث أو أي أمر في حياتك دي نظرة إيجابية هذا الأمر سوف يكون مساعد في حلك للمشكلة وأيضاً للراحة النفسية حياة جدي قل مرة جملة أنه أكبر أكبر مشكلة تعملها بكلمة وأكبر مشكلة بتحلها بكلمة الكلمة الطيبة بتحل أكبر مشكلة والكلمة السيئة والعدم الإيجابية والإيجابية السلبية بتعمل أكبر مشكلة فكن إيجابي قم بمشاركة هذا الفيديو وقم بتشجيعي وتشجيع هذه القناة للنمو وللوصول لأكبر عدد من المشاهدين قبل النهاية مرة أخرى أشكر الجميع على الرسائل وأيضا أدعو الجميع للتحل بالصبر لأنه سوف أحاول قدر الإمكان للرجوع للإجابة على الأسئلة بشكل يومي كما تعودت خلال أربع سنوات وكما عودتكم دائما أتمنى للجميع يوم سعيد إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد